رح فين ده مش الليس اللي تقدر بيه مرة حربية زيك هاتي موبايلك هاتي موبايلك اخلاص هاتي موبايلك التاني هاتي موبايلك التاني بدل ما ضايعلك وشك مش قيلك قبل كده بزيزة ميت النار بربع جنيه بس اي دقة نقص بقى تاني حيبقى فيها بنتك يرحمي بنت فين يا ليسي اعرف لو قربتوا من بنتي يا ليسي لا اصق والمصعب لخلي حياتك يا بوس سبتونوك انا هقتنون هبتليفونك اتفضل هبتليم هبتليم ها 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 A ها 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 دي نماعش متزييف اكيد نامرة غلط ألو ايوار انا انت فين؟ انا في البيت همال ما بترديش على طول ليه؟ اصلي كنت ونعب مع ماريوما كوتشينا طيب هو انت ولا ماريوما تفتحوا الباب لحد؟ ماشي ماما باي باي اطلع على الاسمه طبعا اطلع على البيت كمال هاخدوا لبنك لا لا اطلع اطلع ما اطلع ايوار در ماريوما اطلع عنا ومالس فلومة قال اطلع عنا اطلع عنا خلال ماريوما در ميلي يا ماريوما اطلع اطلع هكذا دي يا الراجل اللي انت شغال معه من سنين وتيجي تقولي الكلام ده يا باشا من الاخر كده انا ما بحبش الخيانة ودع واحد جنابك استأمنته وهو خيانك ما بحبش الخيانة واللي انت بتعمله ايه دلوقتي مش خيانة واللي انت طمعان في الوضع اللي هو فيه فقلت أسفينه واركب مكانه ما ترد انا خدام جنابك يا باشا خدامك يا باشا ولكن انت ما عندكش خدمة تقدمها لي السته اللي عندك ده ما تهميش خالص هي لو تهمني أسبه في المكان الحقير اللي هي في ده خد الباب وراك ساعدتك واعدتني ان كلم اللي قلتت قلك هيفضل سكون بيني وبينك انت سمعتني ما بحبش عاديلك كلمة مرتين مره هبوس رجليك يا باشا ما تلوهش لو عارف هيتباحني انت يا حيوان في مكتبي وخايف من حد تاني مره بره تعال خدمك يا باشا خدمك يا باشا عارف مكانهم لا يا باشا هو خدها الصبح في عربيته وقال لي ان جانبك طلبت منه ينقلها في مكان تاني عايز وقت ادي وتعرف مكانهم بكرة الصبح يكون عندك مكانهم يا باشا بكرة الصبح تجيب لي مكانهم لا يا باشا انا بعمل ده محابة مش عايز فلوس ولا حاجة لا سمح الله ده حب في ساعاتك حب ايوه يا باشا انا اقدر الحب جدا ايوه يا باشا بس في رجالة ومصاريف وانا مش عايز حاجة النفس لسمح الله بكرة الصبح يكون عندك انوانه يا باشا ايوه يا باشا ايوه يا باشا وحياتك ما هيطلع علي صبح يا خوفي لا يلحقوه انتو ما وقعت اقولتو محد السب ما عليك ويبقى لبسنا كلنا في حيطة ساد يلحقو مين يا هبل انت ده هي ديتها شوكة واحدة هيكلها من هنا ويتكون من هنا ده بيفرد انو مكلش او راما الاكل ده في الزبالة وافرد ليه حاجة زي دي وهو قاعد لوحده وبعدين ده نجايباله الاكل اللي هو بيموت فيه وان شاء الله هيموت به ومن الرستوران اللي هو بيأكل منه وهو مغمد عنيه وهو مغمد عنيه انا مش متطمن ليه يا ابني احنا ماشيين صحة هو الوردر وطلبناها وباسم زفتة التين اميرة والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنزبطه خايف من ايه بقى انا مش غايف انا بس بحط افتراضات افريد انو هو قابلي ما ياكل كلم اميرة وسألها يسأل مين يا ابني دي حاجة معتادة عملناها مئة الف مرة وانا مسافرة مش عارف يمكن عشان حوارات السم دي مليش فيها ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي يعني شايف يا بتاعت حريب عايزة حد ايدي نعمة زيك كده وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه معه صعب حد يعرفي استاد نادين باشا ده لوحده ده ابدي لازينة رفع كتافة على الكل ما بيخطيش خطوة غير بحساب ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه انما كده في الشياكة الوردر وطلبناه من المطعم الفلان وباسم سكرتيرته يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص ده لو بقى فيه تحقيق اصلا مش يمكن يقولوا قداء وقدر ونخلص في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكم ساعة طبعا اول معرفة الخبر ركبت اول طيارة وجيت على طول وانت طبعا هتكون وصلتيني المطار عشان لما اميرة تبعاتي سواق الشركة يجي لقيني ضربة طقم اسود وهتك يا عياد وازاي ده حصل وعايزة حق جوزي والوطعم ده لازم يتقفل وكلها اسبوعين تلاتة والقضية تتحفز ونعيش حياتنا يا بنتي ليه؟ ربنا يستر يايه بقى اصابت اتنين عمور هتصيب المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الديليفري وهو بيسلم الاكل سايد بتاع الامر لا ما تيليش انا مختار ود فرازة اهو الواد الفرازة ده هو الخط الوحيد اللي ممكن يوقعنا خليك زكي وقطعه اقدريه هو الماكنا اللي معاه بعد ما يخلص المشوار ايه الماكنا دي؟ ماكنا؟ متسكلي اهدي طب خليه سرعنا قبل ما البشا يروح وينم من غير عشان بتيليش يا رجا مفيش حد بينم من غير عشان موزور موسيقى